اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمهندس علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ثاني عشر اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين ثالث عشر الموافقة على تعيين وترقيات على المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي تعيين محمد بن ملحان بن بصيص على وظيفة امير الفوج الثالث والعشرين بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الحرص الوطنية ترقية عبد الرحمن بن حمد الدعيلج الى وظيفة وكيل الرئيس بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ترقية احمد بن ابراهيم زوهري على وظيفة مستشار اعمال اول بالمرتبة الخامسة عشرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ترقيتها الزاعب لأفنس الرويلي على وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة